اشتركوا في القناة شكرا على الاستضافة طابة مساء المشاهدين الكرام شكرا لك بداية سيد يوسف أشيش نتحدث عن مجريات حملة الانتخابية برنامجكم الانتخابي عديد من النقص نطلق إليها خلال هذا اللقاء الخاص بداية سيد يوسف أشيش كيف استقبلتم قبول ملفكم لرئاسية السابع من شهر سبتمبر كأصغر مترشح الرئاسيات المقبلة استقبلناه بكثير من التواضع وبطموح كبير لنساهم في تكريس أفكار التغيير بمناسبة مشاركتنا في هذه الانتخابات الرئاسية ومشاركتنا أفكارنا ومشروعنا مع كافة الجزائريات والجزائريين طيب سيد يوسف أشيش لما نتحدث عن قبول ملفكم كنتم تتوقعون هذه الخطوة أنه سيد يوسف أشيش سيكون من ضمن المترشحين لرئاسيات السابع من شهر سبتمبر نعم لأننا نستوفي كل شروط ضرورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بما في ذلك جمعنا للتوقعات اللازمة لإداء ملفنا للترشح لهذا الموعد الرئاسي الذي نريده أن يكون محطة للترويج لبرنامجنا الرئاسي ومحطة لمشاركة أفكارنا مع الجزائريات والجزائريين يعني بطبيعة الحال مشاركتنا وضعناها في السياق الوطني السياق الإقليمي والسياق الدولي لذا نراها بأنها مشاركة سياسية ومشاركة استراتيجية بالدرجة الأولى تستجيب لثلاث متطلبات رئيسية وأساسية هي المساهمة في الدفاع على الوحدة الوطنية وتعزيز قدراتنا الدفاعية ثانيا هي بغيتنا المساهمة في الحفاظ على فضاءات التعبير الحر في المجتمع وتعزيز النقاش الحر في الفضاءات العامة وأيضا بغيتنا وهدفنا تأسيس بديل وطني ديمقراطي تقدمي لمنظومة الحكم التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا طيب سيد يوسف أشيش لما نتحدث عن الأفافاس بمشاركتكم في رئاسيات السابع من شهر سبتمبر هل يمكن القول بأنه اليوم حسب جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس تغييرت نظرتهم للرئاسيات خاصة بعد مقاطعة نقدر نقول حوالي 25 سنة هل يمكن اعتبارها اليوم مصالحة انتخابية أم أنه المناخ السياسي اليوم ملائم لمشاركة حزب الأفافاس في رئاسيات سابع من شهر سبتمبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية تستجيب لتحليلنا الدقيق والمعمق للسياق الوطني والإقليمي والدولي والذي يفرض علينا المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وعدم الرضوخ لمن ينادونا للاستقالة لأن الاستقالة لا تخدمش البلاد لا تخدمش أهدافنا السياسية المسطرة من خلال تواجدنا في هذه الرئاسية نقدر نقول رئاسية 2024 بالنسبة لمشاركة الأفافاس كانت نقطة جد مهمة اليوم نعم بطبيعة الحال حزب جبات الاشتراكية حزب لديه برنامج لديه أفكار ومشروع يريد أن يتشاركه مع الشاب الجزائري ويريد تجسيده على أرض الواقع حزب يطمح أن يحكم الجزائر وهذه محطة يمكن أن نصل عبرها إلى هذا الهدف نتحدث الآن سيد يوسف أشيش عن برنامجكم الانتخابي والذي اخترتوا ليه شعار رؤية للغد عن سيد يوسف أشيش هذا الشعار ما هي الرؤية التي تسعون لتحقيقها بالنظر لعديد الأمور التي اليوم تطمحون إليها رؤية مغايرة رؤية مخالفة رؤية تطمح لإشراك الجزائريات والجزائريين في تسيير الشأن العام رؤية تمنح بدائل في الجانب السياسي الاقتصادي والاجتماعي لبناء دولة قوية دولة ذات سيادة ودولة يمكن أن تحل كل المشاكل التي نتخبط فيها حاليا رؤية لأننا بحاجة لفتح آفاق جديدة للجزائريات والجزائريين وإعطاءهم الفرصة للمشاركة في بناء مستقبلهم رؤية لأن الجزائريات والجزائريين خاصة الشباب هم بحاجة اليوم لنبعث في نفسهم الإيمان بهذا البلد وكل مقوماته رؤية لأننا يجب خاصة في هذا الظرف الإقليمي وفي هذا الظرف الوطني الحساس والدقيق يجب أن نستبق الأمور يجب أن تكون لدينا البصيرة وبعد النظر لكي نبني جزائرنا على الأسس التي نحلم بها والتي يناشدها الجزائريات والجزائريين منذ أكثر من نصف قرن من الزمن وما يعني عشناه في الحراك الشعبي عام 2019 له أحسن دليل على هذه الآمال والطموحات التي يريد الجزائريين والجزائريات الوصول إليها طموحات لبناء دولة قانون طموحات وآمل لبناء دولة على أسس ديمقراطية ومشاركة الجميع في هذا المسار طموحات للنهوض باقتصادنا وطموحات للوصول إلى الرقي والإزدهار الاجتماعي طيب سيد يوسف أشيش لما نقول رؤية للغد هذه الرؤية هل ستحمل تغييرات؟ هل رح تكون فيه تصحيح لبعض المسارات على جميع الأصعيدة؟ لأن رؤية للغد فيها العديد من المجالات المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي السياسة الخارجية التقافة كل ما يتعلق اليوم بمتطلبات المواطن الجزائري رؤية للغد هل رح تكون فيه تصحيح لمسار معين؟ المشروع الرئاسي رؤية يرتكز على ثلاث محاور أساسية بعد تشخيص للوضع بصفة دقيقة وبصفة واقعية نقترح أن نقوم بإصلاحات جذرية على المستوى السياسي وعلى المستوى المؤسساتي لتعزيز دولة القانون وبناء الدولة الديمقراطية المنشودة رؤية في الجانب السياسي رفعت سقف الاقتراحات إلى أعلى الهرم باقتراحات عقلانية اقتراحات طموحة تمكننا من بناء منظومة حكم على أساس السيادة والمشاركة الشعبيتين رؤية تعطي الفرصة للفصل بين السلطات وتقترح أننا يجب أن نبني منظومة حكم أو نظام شبه رئاسي والخروج شبه رئاسي ذو توجه برلماني للخروج من هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطات الأخرى رؤية تقترح على الجزائريات والجزائريين أن نعود نرجع الاعتبار للعدالة في وطننا ونرجع الميزان لكفتي ميزان العدل رؤية تقترح لمركزية حقيقية وإعادة تقسيم إداري وإقليمي على أسس صحيحة على أسس تحترم كل الخصوصيات في كل مناطق الوطن يعني رؤية في المجال السياسي في كلمة واحدة تحمل اقتراحات حقيقية لبناء دولة الحق والقانون والدولة الديمقراطية في الجانب الاقتصادي أيضا نقترح الكثير من الميكانزمات والكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن ننتهجها للنهوض بعجلة التنمية في بلادنا وتحقيق أمن القومي في الكثير من المجالات خاصة الأمن الغذائي الأمن الصحي الأمن السيبراني الأمن التكنولوجي في كثير من المجالات رؤية في المجال الاجتماعي تطمح لإرساء العدالة الاجتماعية كمبدأ أساسي في تسير شؤون الدولة وتسير شؤون الجزائريات والجزائريين عبر إعادة توزيع عادلة لخيرات هذا البلد على كافة الجزائريات والجزائريين وعبر إجراءات حقيقية تكفل واجب تضامن خاصة تجاه الطبقات المحرومة والطبقات الشعبية لذا في برنامجنا نحن نعطي أهمية بالغة لإعادة الاعتبار أو إعادة تأهيل الطبقات الوسطى التي هي في إضمحلال حاليا لكي نبني منظومة اجتماعية عادلة رؤية في الجانب الأمني تتطرق إلى الأمن القومي بصفة دقيقة وبصفة إيجابية لوضع استراتيجيات وسياسات دفاعية يمكن أن تضمن أمن القومي وتضمن سيادتنا سيادة قرارنا السياسي سيادة قرارنا الاقتصادي وسيادتنا على أراضينا وكل ما نقوم به نحن كدولة أو كشعب رؤية في الجانب الثقافي تريد أن نصل إلى الإشعاع الثقافي باقتراحات طموحة وجريئة رؤية في الجانب كل ما يخص التكوين كل ما يخص قطاع التربية والتعليم العالي والصحة تضع طموح عاليا لإعادة الاعتبار للقطاع العام في هذه المجالات رؤية تريد أن تؤهل أن تبني سياسات مبنية خاصة على الاستثمار في الأشخاص في الأفراد في تكوينهم وفي تربيتهم طيب سيد يوسف أوشيش نقدر نقول عطيتنا رؤية عامة عن عديد من المجالات اللي رهي ضمن برنامجكم الانتخابي رؤية للغد هل يمكن القول أو نقدر نقول لما نتحدث عن رؤية نتحدث عن برنامج أو مشروع انتخابي نتحدث عن ضرورة توفر آليات وميكانيزمات لتحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع برنامج رؤية للغد هل هو قابل للتسجيد على أرض الواقع بنظر لعديد التحديات التي قد تواجهكم بطبيعة الحال نحن اقترحنا هذا المشروع الرئاسي أخذين بعين الاعتبار الوضعية الحالية والتحديات التي يمكن أن نتلقاها يعني في المستقبل رؤية وعدة من طرف خبراء اقتصاديين خبراء في علم الاجتماع أخصائيين في الكثير من المجالات بالإضافة إلى مناظرين ونشطاء في حزب جبهة القوى الاشتراكية إذن هو مشروع كامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار أمال وتطلعات الجزائرية والجزائريين لبناء غد أفضل ولتحسين ظروفهم المعيشية طيب بالحديث عن المجالات التي يحملها اليوم مشروعكم الانتخابي رؤية للغد دخليني نبدأ بالشق الاجتماعي ليعتبر من بين الأمور الجد مهمة لكل مترشح اليوم يسعى للوصول إلى مطالب اليوم الشعب الجزائري والمواطن الجزائري من خلال العمل على تحقيق كل متطلباته لما نتحدث عن الشق الاجتماعي سيد يوسف أوشيش تحدثتم عن مراجعة الأجور المنح تكريس الدولة الاجتماعية وغيرها من الأمور هل رفعتم السقف عالياً في النظر لمتطلبات المجتمع الجزائري اليوم من الناحية الاجتماعية أظن أنها هذه الإجراءات هو أقل ما يمكن أن يؤخذ به خاصة في الجانب الاجتماعي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتكفل بالطبقات الهشة في المجتمع وخاصة ونحن في دولتنا مبنية على أساس اجتماعي يجب تعزيزه ويجب أن نكون أهلاً بوعد أول نوفمبر الذي يكرس في خطوطه العريضة وعد بناء دولة ديمقراطية اجتماعية لذا نحن ما زلنا متمسكين بهذا المبدأ ونرى بأن أولوية الأولويات بالإضافة إلى الجانب السياسي هي تكريس هذه العدالة الاجتماعية التي تمكن كل الجزائريات والجزائريين العيش في كرامة اقترحنا الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى أربعين ألف دينار أي أربع ملايين سنتيم وأيضاً خلق أجر شامل لكافة الطبقات المحرومة منهم النساء الماكثات في البيت يعني البطالين الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة كما اقترحنا الكثير من الإجراءات في الشق الحماية الاجتماعية من بينها بغيتنا أو التزامنا بإعادة العمل بالحق في التقاعد المسبق ورفع المنح العائلية إلى ثلتلاف دينار هناك أيضاً إجراءات أخرى من شأنها أن تعزز وتقوي القدرة الشرائية للمواطن وتحد من هذا التضخم الذي أصبح عبءاً على كافة الجزائريات والجزائريين نحن عندما سطرنا هذا البرنامج وعندما قدمنا هذه الاقتراحات أخذنا بعين الاعتبار كل الميكانيزمات التي يمكن أن تمكننا من تمويل هذا البرنامج وتجسيده على أردوها هل تم دراسة كل هذه الميكانيزمات لأنه لما نتحدث عن شق اجتماعي نتحدث عن ضرورة اليوم النظر أو الأخذ بعين الاعتبار لكل هذه المتطلبات وفيما نعتبرها يسق فعالي جداً بالنسبة لعديد الأمور بما فيها الأجور إلى غير ذلك هل سيد أشيش اليوم ضمن برنامجه الانتخابي عمل على هذه الميكانيزمات لتحقيق الجانب الاجتماعي اليوم في برنامجه أو في برنامجكم الانتخابي نعم نحن طرحنا هذا البرنامج أخذين بعين الاعتبار مصادر التمويل التي يمكن أن تساهم في تمويله وتجسيده على أرض الواقع ومن بين مصادر التمويل اقترحنا الكثير من الإجراءات من بينها ترشيد النفقات العمومية يعني رفع وطيرة التحصيل الضريبي ومحاربة السوق الموازية بناء منظومة اقتصادية ناجعة يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار بمتطلبات الجزائريات والجزائريين وأيضا إعادة هيكلة منظومة التحويلات الاجتماعية التي يعني إعادة هيكلتها بصفة عقلانية تكلمنا على مصادر تمويل أخرى وين قدروا نخصوا نسبة من الجباية البترولية لتمويل هذه المشاريع لكن هناك برنامج متكامل في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي ما يمكنش نروح لهذا تجسيد هذه الاختراحات الاجتماعية وهذه الإجراءات في الجانب الاجتماعي إلى ما قمناش بالنهوض بعجلة التنمية في الوطن طيب قبل ما نختم النقاش حول الشق الاجتماعي برنامج رؤية للغت في شقه الاجتماعي هل سيحدث الفارق سيد يوسف أشيج؟ سيحدث الفارق وأظن أنه في لقاءتنا الجوارية مع المواطنات والمواطنين كل الأسئلة التي طرحت علينا تتمحور على الوضعية الاجتماعية وعلى ظروف معيشة المواطن لذا نحن كطبقة سياسية وأنا كمترشح لهذه الانتخابات وجب علي أن أأخذ بعين الاعتبار بهذه الرؤية وبمشاكل التي تطرح ويعطى حلول حلول واقعية لتحسين الظروف المعيشية للجزائريات والجزائريين نتحدث عن نقطة أخرى سيد يوسف أشيج نتحدث عن برنامجكم الذي حمل كذلك نقاط متعلقة برفع ميزانية لث قطاعات وزرية ركزتم كثيرا على قطاع التربية والتعليم قطاع التعليم العالي قطاع الصحة وبرنامجكم يحمل زيادات في ثلاث قطاعات وزرية بخمسين بالمئة كثير من التساؤلات طرحت لماذا سيد يوسف أشيج ضمن برنامجه الانتخابي اختار هذه الثلاث قطاعات وزرية وكيف ستضمنون هذه الزيادات التي تقدر بنسبة خمسين بالمئة على مستوى ثلاث قطاعات وزرية ببساطة لأن الدول تبنى وتطور بتطوير هذه القطاعات التربية والجامعة والتكفل بالقطاع الصحي لذا نحن اقترحنا كإجراءات ثورية بالنهوض بهذه القطاعات ويعني مضاعفة ميزانيتها لإحداث التغيير الذي يجب أن نجريه في هذه القطاعات نحن اقترحنا الكثير من الإجراءات في هذه القطاعات لكي نحدث ثورة في القطاع الطربوي في القطاع الصحي وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نسبة خمسين بالمئة ألا تعتبر زيادة جد معتبرا نوعا ما؟ أبدا مقارنة مع كل الملايير التي نهبت ومقارنة مع كل ما يصرف دون جدوى هذا لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من ميزانية الدولة لذا تكلمنا على ضرورة ترشيد النفقات العمومية والرفع من وطيرة التحصيل الجبائي اليوم تحصيل الجبائي يساهم بثلث ثلث مليار دينار في الناتج الوطني الخام نحن التزامنا أننا عند نهاية العهدة أنه انتخذنا على رأس الجمهورية الجزائرية سوف نضاعف من هذا الرقم إلى سبعالاف وخمسمائة سبعالاف وخمسمائة مليار مليار دينار وأيضا سوف نقوم بإجراءات تنهض باقتصادنا ويعني تمكن الدولة الجزائرية من رفع ناتجها الخام لباشتلقى مصادر تمويل لهذه القطاعات الحساسة التي يجب أن تتكفل بها الدولة وبصفة مستعجلة واستعجالية طيب كذلك خلال برنامجكم الانتخابي سيد يوسف أوشيش ونتحدث دائما عن قطاع التعليم العالي خلال عرضكم لبرنامجكم الانتخابي تحدثتم عن إصلاح منحة البطالة فيه من اعتبرها بأنها مغازلة للطلب الجامعيين فيه من كذلك اعتبرها قرار صائب بالنسبة لإهتمام بهذه الفئة الكفاءات الجزائرية ماذا يقول سيد يوسف أوشيش ضمن هذا النقطة؟ نقطة إصلاح منحة البطالة ولماذا ركزتم عليها بالتحديد؟ منحة الطالب الجامعي منحة الطالب الجامعي ركزنا عليها بعد دراسة معمقة لقطاع الخدمات الجامعية الذي أصبح للأسف لا يتكفل بمتطلبات الاجتماعية للطالب منذ 1971 لم يكن هناك إصلاح عميق لمنحة الطالب لذا نحن قلنا أنه حان الوقت بأن نصلح هذه المنظومة بصفة عامة منظومة الخدمات الجامعية وأيضا منحة الطالب ونرفعها إلى 20 ألف دينار أي زوج ملايين سنتيم شهريا هذا آخذين بعين الاعتبار كل سواء أرقام الطلبة حاليا عدد الطلبة حاليا وأيضا التحديات في الجانب الميزانية في 2022 مثلا خصصت 149 مليار دينار للتكفل الاجتماعي بالطلبة حوالي اللي كنا نديره يعني مقاربة عدديا القاوة 30 مليون سنتيم يخصص سنويا للتكفل بالطالب لكن للطالب ما يوصل لوش أي شيء هنا جوزنا الجامعة وعلى بالنا كيفية التكفل بالطالب ولا الطالب للأسف رجعناه كاروبو يروح يقرأ الصباح في الجامعي واللي يرقد في الأسيتي ما عندوش منشاطات ترفيهية ما هوش طالب ولا شخص مستقل قلنا بالرفع من منحة يمكن أن نساهم أولا في رفع الضغط على الأسر الجزائرية اللي عندها طلبة وثانيا رفع درجة الاستقلالية عند الطالب اللي هو لازم يأسس للطبقة المثقفة مستقبلا اللي تي لازم عليها تبني البلاد إذن 32 مليون سنتيم نقترح أقل نقترح 24 مليون سنتيم بل أقل في الإجراءات الفعلية لأننا نرى بأن هذا النظام يجب أن يتم إصلاحه بالتشارك مع الفاعلين الجامعيين نحن في رؤيتنا يجب أن نتبنى الحوار لكي نصلح هذه المنظومة لكن هذا الإختراح نتمسك به لأنه هو قرار عقلاني وقرار يمكن أن يساعد الطلبة بالنهوض بأنفسهم في الجانب البيضاغوجي وفي الجانب الاجتماعي أيضا نقدرنا يعني مقارنة أو عملية حسابية عفوا عملية حسابية 900 ألف طالب لأنه في في 2023-2024 سنة الدراسية الجامعية 23-24 كان عدد الطلب المسجلين حوالي مليون وخمسمائة ألف طالب من بينهم 900 ألف طالب ليستفيدون من منحة الطالب الجامعي 900 ألف طالب جامعي اليوم لو كانوا نديروا عملية حسابية رايح تكلف ميزانية الدولة حوالي 180 مليار دولار أي 30 مليار دولار على الميزانية التي خصصت في 2022 هذا بغض النظر عن الميزانية التي تخصص لإعادة تأهيل الإقامات الجامعية أو بناء إقامات جامعية جديدة إذن هناك أيضا شق وميزانية تخصص لهذا الشيء إذن نرى بأنه شيء واقعي رقم واقعي تقدمنا به بعد دراسة لوضعية الخدمات الجامعية بطبيعة الحال ما راحش يكون هذا لازم يرافق عملية إعادة هيكلة جذرية لقطاع الخدمات الجامعية برنامج رؤي للغد يحمل هذه النقطة كذلك؟ نعم 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 نحن في مقاربتنا بالرفع من منحة الطالب الجامعي هناك ضرورة مرافقة هذا الإصلاح بإصلاح منظومة الخدمات الجامعية وإعادة هيكلتها على أسس صحيحة اليوم في قطاع الخدمات الجامعية اللي فيه حوالي سبعين ألف موظف ما كاش حبسنا حبسنا الناس اللي لازم اللي تسحقها هذا القطاع مثلا متقدرش تجيب ناس مؤهلين في قطاع في قطاع لا كويزين مثلا ما نقدرش لذا احنا قلنا لازم نعاود نهيكل بصفة حقيقية وبصفة جذرية قطاع الخدمات الجامعية والخدمات التي سوف تقدم ما يبقاش كما كان إذا رفعنا من منحة الطالب ما تبقاش قيمة الوجبة الغذائية بدينار وعشرين سنتين ما راح ترفع منها بيعني تتم مانتونو مساهمة الدولة في هذا المجال بمعنى رفع منحة الطالب مقترنة بإجراءات أخرى لصالح الطالب الجامعي هذه في أنا نقدر نقول رفع من منحة الطالب تعد بطريقة أو بأخرى إعادة توجيه المال أو الميزانية المخصصة للتكفل بالطالب من قطاع الخدمات الجامعية حصرا إلى الطالب ليتكفل بمصاريفه شخصيا لذا نحن نقول بأنه هذا هو مصدر التمويل ما نقولوش لأنه ناضط القيامة كنتكلمنا على هذا الأمور على بل نواشصاري في قطاع الخدمات الجامعية لذا نحن نلتزم بإعادة هيكلته على أسس الشفافية على أسس الفعالية على أسس النجاعة وأيضا على أسس في الخدمة التي سوف تقدم للطالب الجامعي سيد يوسف وشيش المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات السابع من شهر سبتمبر نتوقف عند هذا النقطة فاصل المشاهدين وما ثم لا نعود أبقوا معنا أهلا بكم مشاهدين جدد تحية لكل متابعي قناة النهر لخبارية الأولى في الجزيرة وبرنامج عين على الرئاسيات نعود مرة أخرى ونرحب بسيد يوسف وشيش المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية رئاسية السابع من شهر سبتمبر مساء الخير مرة أخرى سيد يوسف وشيش من الشق الاجتماعي نتحول الآن إلى الشق الاقتصادي ومناقشة أهم النقاط التي جاءت ضمن برنامجكم الانتخابي رؤية للغد حيث أن الشق الاقتصادي في برنامجكم الانتخابي حظية بعدة محاور هل يمكن القول بأنه اليوم هي رؤية جادة للنهوض بالاقتصاد الوطني تحدثتم عن الخروج من سياسة الريع إنشاء أقطاب متكاملة وعدد النقاط ضمن البرنامج الانتخابي لماذا كان التركيز على الشق الاقتصادي نقدر نقول بدرجة أولى ضمن برنامجكم الانتخابي لأنه هناك ضرورة مليحة اليوم على المستوى الوطني للنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية وتنويع اقتصادنا والخروج من التبعية المفروضة للمحروقات هذا ما وش فقط بالخطابات لكن بإجراءات حقيقية نقترحها ونلتزم أن نجريها في القطاع الاقتصادي للقضاء نهائيا على سياسة الريع وعلى المنظومة الاقتصادية الهشة التي بنيت خلال السنوات الأخيرة أين الاقتصاد الموازي يعني عنده النسبة الأكبر في الاقتصاد الوطني ما لحقناش نبني اقتصاد وطني على أسس صحيحة على أسس الشفافية على أسس استثمار حقيقية على أسس مردودية أو على أسس الفعالية نحن نقترح إجراءات لبناء منظومة اقتصادية ترتكز على أهدافنا وترتكز أيضا على ضرورة متطلبات المجتمع الجزائري لذا في الجانب الاقتصادي ارتأينا أنه هناك ضرورة ملحة بالنهوض بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والسياحي كعناصر للتنمية الاقتصادية ويكون فيها قطاع المحروقات كعنصر مساعد ليس هو العنصر الأساسي في بناء المنظومة الاقتصادية لأنه ما لازمش نواصل في سياسة الاستغلال الاستغلال المطلق لكل الثروات الطبيعية للجزائر لأنها أيضا ملكا تعد ملك لجنراسيون ملك للأجيال المستقبلية لذا ما عندناش الحق أن نفرط في استغلالها ونستغلها بطريقة عقلانية بطريقة يمكن أن تساعد بالنهوض بعجلة التنمية في الجزائر لذا نقترح في الجانب الاقتصادي إنشاء صندوق سيادي للاستثمار أو لتمويل مشاريع هيكلية ومشاريع صناعية أو زراعية هيكلية على المستوى الوطني نقترح في هذا الشق إنشاء أقطاب اقتصادية ذات أبعاد إدارية متكاملة لكي ننهض بكل مناطق الوطن كل منطقة حسب خصوصياتها لإنشاء أقطاب متكاملة والنهوض بهذه القطاعات خاصة قطاع الصناعات التحويلية قطاع الصناعات الثقيلة والقطاع الزراعي والفلاحي في القطاع الزراعي ارتأينا أنه هناك ضرورة أو أولوية للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في متطلبات السوق الجزائرية خاصة فيما يخص الحبوب أو المنتجات الزراعية والحيوانية ذات الاستهلاك الواسع وهذا بخلق أو إنشاء منظمة لتكفل الأمن الغذائي وإعطاء تحفيزات وتشجيعات أكثر لمستثمرين في المجال الزراعي والمجال الفلاحي خاصة في صحرائنا وفي مناطقنا وهذا بالعليا للإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني نحن نرى بأنه حان الوقت بأن يعني نعطيه قيمة أكبر للقطاع الزراعي ونزيده من من مساحة الأراضي المروية اليوم حسب الأرقام هي في حوالي مليون وربعمائة ألف هكتار لازم نلتزم من نهاية العهدة يمكن أن نضاعف أو أكثر من ذلك يعني الأراضي المروية كما سوف نشجع استصلاح الأراضي خاصة في القطاعات الصحراوية وسوف نلتزم بأننا سوف نباشر بعد سنباشر كإجراءات أولى بعد انتخابنا يعني البطايد دوبلي أو معركة الحبوب التي يجب أن تكون في صالحنا لأنه عندنا كل المقومات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع يجب أن تكون الزراعة مكملة للقطاع الصناعي وفيس فيرسا وأيضا القطاع الصناعي يكمل القطاع الزراعي للأسف اليوم نرى أنه درجة مكننة زراعتنا هي منخفضة جدا مقارنة بالبلدان بالبلدان المتقدمة يعني نسبة ضئيلة من مكننة من مكننة زراعتنا لحد الساعة ما زلنا ما زلنا يعني في زراعتنا نستخدم بلوس لتكنيك ترديسيونيل أكثر من التقنيات التقنيات الحديثة والتقنيات الميكانيكية الحديثة لذا نحن نلتزم بأن بصفة شاملة هذا القطاع وندخل فيه كل أدوات يعني المتطورة خاصة في الجانب التكنولوجي ما نقدرش نتكلمه اليوم على اكتفاء ذاتي في الحبوب أو في المجالات الزراعية الأخرى إلى ما مكنناش الفلاحين إلى ما مكنناش المستثمرين من هذه الأدوات وإلى ما مكنناهمش من يعني كل ما يمكنهم أن يستغلوا أراضيهم على أحسن وجه سيد يوسف أشيش لما نتحدث عن الشق الاقتصادي كما تفضلتم واذكرتم العديد من النقاط لنكن تركزوا عليها اليوم بمعنى اليوم سيد يوسف أشيش بالجانب الاقتصادي رح يفتح عديد الورشات طيب فتح هذه الورشات هل يتطلب أن تكون فيه رؤية للغد بأن كل ورشة تكون فيه نظرة متكاملة لورشات أخرى وحتى قطاعات أخرى لأن البرنامج في الشق الاقتصادي يحمل عديد الورشات نعم بطبيعة الحال هناك أولويات هناك ضرورات ملحة يجب أن نجد لها إجابات ما هي الأولويات سيد يوسف أشيش بالنظر للشق الاقتصادي في الشق الاقتصادي هي أولا تشجيع الاستثمار عبر إصلاح جدري وعميق للنظام المصرفي والنظام البنكي وعبر تحفيزات للمستثمرين للاستثمار في كل المجالات على المستوى الوطني وأيضا يعني مباشرة بعض يعني الإصلاحات لتعزيز الشفافية في المجال الاقتصادي لأنها تعد من بين الشروط الأساسية للنهوض بعجلة التنمية مع التزامنا بمحاربة السوق الموازية التي تشكل اليوم مكبح للتقدم الاقتصادي على المستوى الوطني اليوم هناك بعض المجالات التي يجب أن نطورها قبل الأخرى مثلا في جانب الصناعات الثقيلة أو الصناعات التحويلية خاصة الغذائية منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني ولما لا تصدير هذه المنتجات مستقبلا إلى الدول الإفريقية والدول الأوروبية يعني في الجانب الزراعي هناك أيضا هذه الضرورة الملحة المتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق أمن الغذائي نفس الشيء بالنسبة للجانب السياحي الذي يعتبر كقطاع اليوم مهمش من طرف المسؤولين حتى واحد ما يشوف في مقوماتنا ومؤهلاتنا في الجانب السياحي الذي قادر يلعب من الأدوار الأولى في الدخل الخام يعني سي كونسرن الاستثمار وأيضا تشجيع أو النهوض بالاقتصاد الوطني طيب من الاقتصاد نتحول لنا نقطة أخرى كذلك جاءت ضمن برنامجكم من الانتخاب رؤية للغد تحدثتم عن إصلاحات قضائية وصلاحية أوسع للبرلمان إلى ماذا تهدف هذه الإجراءات سيد يوسف وشيش؟ هذه الإجراءات تهدف لإرساء مبادئ دولة القانون للفصل بين السلطات والحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى نريد إرساء نظام سياسي شبه رئاسي ذو توجه برلماني يعطي صلاحيات أكبر للبرلمان في المجال الرقابي وفي مجال التشريع نريد أن نؤسس لعدالة مستقلة أين القاضي لا يعين من طرف الجهاز التنفيذي أين المجلس الأعلى للقضاء يعاد له الاعتبار ويلعب الدور الأول في المنظومة القضائية على المستوى الوطني هذا من بين الشروط الأساسية لضمان استقلالية السلطة القضائية ولضمان الفصل بين السلطات اليوم من قدروش نتصور أنه رئيس جمهورية هو اللي يعين رئيس مجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس المحكمة العليا أو الجهاز التنفيذي هو من يعين رؤساء المحاكم أو يعني المدعون العامون على مستوى كل الهيئات القضائية نقترح نظام أين سوف يكون لأهل الإختصاص كلمة في هذا المجال للفصل بين السلطات وأيضاً للحد من تغول السلطة التنفيذية اليوم هي اللي تكونترولي كلش هي اللي تكونترولي كلش حتى واحد ما يقدر يتكلم أمام السلطة التنفيذية نلتزم إن وصلت للسلطة سوف أتنازل من الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح المشرع الجزائري ولصالح المنظومة القضائية وهذا لرمان فصل حقيقي بين السلطات يعني هذا سوف يمر بطبيعة الحال عبر مراجعة الدستور أو إصلاح دستوري دون المساس بالثوابت الوطنية إصلاح دستوري هل ستكون ضمن الخطوات التي تسعون إليها مستقبلاً؟ نعم لأن هذه الإجراءات التي تكلمت عليها منصوص عليها في الدستور لذا يجب أن نمر بطبيعة الحال أوتوماتيكياً عبر إصلاح دستوري لا يمس بالثوابت الوطنية المتفق عليها من طرف كافة الجزائريات والجزائريين لكن فيما يخص منظومة الحكم اليوم نظن بأن نحن ملتزمين بهذه الضرورة الملحة والمتمثلة في إعادة التوازن السلطات نتحدث الآن عن نقطة أخرى كذلك ركزتم عليها ضمن برنامجكم الانتخابي برنامج رؤية للغد نتحدث عن ملف سياسة الخارجية والأمن هل لكم أن تضعونا في صورة أهم النقاط التي ركزتم عليها ضمن برنامجكم الانتخابي ملف سياسة الخارجية والملف الأمني كذلك؟ في الملف الأمني نحن درنا محور كامل لضمان أمن القومي ولتعزيز دفاعاتنا المناعية وهذا للوقوف ضد كل محاولات التي تهدف لزعزعة الاستقرار الوطني أو المساس بأمن القومي لذا نرى بأنه من الضروري أن نلتزم بضمان أمن القومي في كل مجالات ونحن في مفهومنا يعني السياسة الدفاعية هي سياسة دفاعية تتعدى اليوم السياسات الدفاعية العسكرية لتشمل الدفاعات المناعية للمجتمع ككل والتي تمر أوتوماتيكيا عبر تعزيز الوحدة تعزيز الوحدة الوطنية وإشراك الجزائريات والجزائريين في تسيير أمورهم لذا نتكلم عن ضرورة إرساء الأمن السيبراني الأمن الغذائي الغذائي الأمن المائي وأمن الاقتصادي الكثير من المصطلحات التي هي اليوم تشمل منظومات الأمن عبر العالم ويجب أن نأخذها بعين اعتبار أما فيما يخص السياسة الخارجية فنحن نشجع سياسة خارجية تكون هجومية مبنية على المصلحة الوطنية سياسة خارجية دائما تكون إلى جانب تضع الجزائر دائما إلى جانب القضايا العادلة والشعوب التي تطمح لتقرير مصيرها خاصة الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي سيد يوسف أوشيش عدنا عن المقاطعة ماذا تقصدون بالسياسة الهجومية؟ سياسة هجومية بتكريس مبدأ الندية في التعامل مع الدول ومبدأ التعامل بالمثل خاصة مع الدول التي تريد أن تفرض نفسها على الدول الرأس المالية التي تريد أن تفرض نفسها علينا اليوم لا يجب أن نجعلهم يشوفون بالمنطقة الاستعماري القديم لأننا دول ذات كامل السيادة ولدينا الحق في التصرف في أمورنا بدون استشارة أي أحد وبدون إذن أي أحد لذا نحن نرى بأنه حان الوقت لكي بورسيمون سيبي في هذا المجال ونتجه إلى خلق شركاء جدد خاصة في القارة الإفريقية وفي مجالنا الحيوي يعني من شركاء وأيضا فيما يخص السياسة الخارجية نحن نرى بأنه حان الوقت لإعادة النظر في الكثير من اتفاقيات الشراكة خاصة اتفاق الشراكة الذي يربطنا بالاتحاد الإفريقي وهذا لتكريس مصلحة الوطنية ولتكريس مبدأ رابح رابح بين تعاملاتنا بين الجزائر والاتحاد الأوروبي طيب سيد يوسف أشيش تابعنا خرجاتكم خلال الحملة الانتخابية أسبوع على مرور هذه الحملة الانتخابية كانت فيه عديد من تجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية في عديد من ولايات الوطن المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسية السابع من شهر سبتمبر سيد يوسف أشيش دائما ما يتحدث في خطاباته حتى في تجمعاته والشعبية اليوم يقول التغيير ما طبع التغيير الذي يسعى إليه سيد يوسف أشيش تغيير كلي جزئي أم جذري ماذا تقصدون بكلمة تغيير تغيير منظومة الحكم وتغيير أساليب الحكم في الجزائر مع إشراك الجزائريات والجزائريين في تسيير شؤون بلدهم تغيير تدريجي بطبيعة الحال تغيير بصفة سلمية تغيير يمكن أن ينهض بالبلاد في كل الميادين سواء السياسية الاجتماعية أو الاقتصادية الجزائريات والجزائريين الذين تظاهروا في 2019 كان مطلبهم الأساسي هو تغيير منظومة الحكم لكن للأسف الإجابات المقدمة من طرف السلطات إلى اليوم لا تتماشى مع هذه التطلعات والآمال المشروعة لذا نحن نلتزم لتكريس التغيير ولتكريس القطيعة مع سياسة البريكولاج تكريس القطيعة مع سياسة الحجرة والتهميش تكريس القطيعة مع سياسة تغول الإدارة على السلطات الأخرى تكريس المبادئ الديمقراطية في تسيير الشأن العام بانفتاح سياسي وإعلامي حقيقي وتمكن كافة الفواعل الاجتماعية بالمساهمة في مسار التغيير كسؤال أخير سيد يوسف أشيش خلال عقدكم لهذه التجمعات ولقاءة الجوارية منذ انطلاق الحملة الانتخابية كيف وجدتم تجاوب المواطنين مع برنامجكم الانتخابي؟ نحن متفائلين لأن التجاوب مع أفكارنا مع مشروعنا الرئاسي كان تجاوب إيجابي 100% خاصة من الفئة الشبانية التي تريد أن تغير من أحوالها بطبيعة الحال نحن في كل خارجاتنا نزرنا إلى حد الآن تسعة ولاياتنا شخصيا وهناك رفقاء يعني زاروا ولايات أخرى لكن بكل ما قمنا به نشوف بأن الجزائريات والجزائريين مستعدين للمشاركة في المسار الانتخابي والتصويت لصالح مرشح الشباب لصالح مرشح التغيير لصالح مشروع رؤية الذي يعطي آفاق جديدة للجزائريات والجزائريين تفاعل كان طبيعي بيننا وبين الشباب الذين التقيناهم خاصة في الأحياء الشعبية أين ركزنا معظم حملتنا الانتخابية بدناها بالأحياء الشعبية في العاصمة باب الواد والقصبة وكنا في حي السويقة في قسنطينا وأيضا في الكثير من الأحياء الشعبية في باقي ولايات الوطن هذه رسالة منا لكل الطبقات الشعبية بأننا سوف نكون سند لهم لأنهم أقصيوا من كل من كل السياسات وحسب روحهم مهمشين اليوم نحن نعيدهم إن أعطيت لنا الثقة بأننا سوف نكون لهم السند وسوف نكون وسوف نكون لهم يعني اليد التي تعينهم في تحسين ظروفهم المعيشية أشكرك جزيلا شكرا سيد يوسف وشيش المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية الأفافات لرئاسيات السابع من شهر سبتمبر شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها حول برنامجكم الانتخابي مشاهدينا بهذا نصل وياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص أطيب المنافع أمان الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك